يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم أجريت كرعة كأس العالم للأندية 2023 بمدينة جدة السعودية والأهلي هيستنى وينتظر مواجهة يا إما التحاد جدة يا إما أوكلاند سيتي نيوزيلاندي وطبعا بطبيعة الحال عارفين إن أوكلاند راجل ضيف خفيف لذيذ جميل في بطولة كأس العالم للأندية دايما فالأجلاب إن الأهلي هيواجه اتحاد جدة السعودي يوم 15 في دور الربع النهائي من كأس العالم للأندية المباراة الأولى هتبقى يوم الثلاثة 12 ديسمبر بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي تعالى أقول لك كل التفاصيل تفاصيل هذه البطولة المباراة الأولى السلساء 12 ديسمبر 2023 تحاد جدة السعودي هيواجه أوكلاند سيتي أنيوزيلاندي وفي الدور الثاني المباراة الثانية الجمعة 15 ديسمبر 2023 اللي هلاعب الكسبان منهم الدور الثاني اللي هو المباراة الثالثة الجمعة 15 ديسمبر كلوب ليون المكسيكي هيواجه أوراوة الياباني وده هتبقى الدور التالي في الدور النصف النهائي المباراة الرابعة هتبقى يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 وعشرين الفائز ببطولة كوبا لبرتادوريس هيواجه الفائز بالمباراة التانية المباراة التانية اللي هي مين لها الاهلي مع الفائز من اتحاد جدة او اوكلان سيتي ان نيوزلندي في الدور نصف النهائي المباراة الخامسة هيلعب الفائز في المباراة الثالثة مع منشستر سيتي دينجليزي مباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث والرابع هتبقى يوم الجمعة اتنين وعشرين ديسمبر ونتمناها بين الاهلي ومنشستر سيتي يا سلام يا سلام الاهلي هيلعب مباراة الاولى مع الفائز من مواجهة الاتحاد واكلان يوم 15 حال فاز الاهلي بالمباراة الاولى هيتقاهل للدور نصف النهائي ويواجه الفريق البطل امريكا الجنوبية اللي لسه متحددش هيتحدد في شهر نوفمبر القادم ان شاء الله اذا ما تقاهل الاهلي للنهائي سيواجه الفائز من نصف النهائي منشستر سيتي مع كلوب ليو او قروة اليابان